أستاذ أشف الموسى ويلوم حابين التطرق معك للمشكلة يلي عم بتتعرض لها الإعلامية نسرين زواهرة بما يتعلق بالعملة النيجرية المتواجدة بمنزلة بما أنه حضرتك المحامة المسلمة هيدا القضية هل فينا نعرف شو يلي عم بصير تحديدا وهل رح توصل القضية لخواتمها السعيدة ويظهر حقها لنسرين بما أنه مثل ما عم نشوف أنه في غبن عم تتعرض له أو حملة عم تشان ضدها لتشويه سمعتها أريد أن أقول بداية أننا تقدمنا بشكوى جزائية أمام النيجرية العامة الاستقنافية في جبل لبنان وحيلت بحسب الصلاحية لمكتب الجرائم المعلوماتية بشرنا التحقيق نحنا بين اليوم وبكرة نحنا مفترض بعد إشارة القضاء يصور في ولوج هذه الحسابات الوهمية اللي عم الطال من شرف وكرامة وهايبة الموكلة الإعلامية نسرين زواهرة نحنا ادعينا بجرم القضح والذم وتشهير واختلاق جرائم والجرم الأبرز اللي هو جرم الابتزاز أستاذ أشرف هل قانونيا يحق لأي جماعية لو كانت عم بتدافع عن حوق العاملات الأجنبيات المتواجدين في لبنان أنه تشوه صمعت أي إنسان للعالم بهذه الطريقة من خلال نشر فيديوهات وحتى رسال هذه الفيديوهات لابنا لنسرين حتى يشوفها أنا شخصيا عندك أناعة كونت من خلال بعض المعطيات أنه هذه الجمعيات الوهمية أو هذا الغطاء الوهمي حقيقة عم بشكل جرم أو مقدمات جرم للابتزاز الناس اللي موجودين بالوسط الأعلامي أو الوسط الفني أو الوسط الأمني أو الوسط الأنوني بهدف حقيقة استجلاب المال بطرق غير شرعية وبطرق احتيالية الحقيقة أنا بقدر أنه كمان هناك العديد العديد من الشكاوى بحق هؤلاء المواقع لأنهم حقيقة لو هنا حقيقة كانوا موجودين وفعليين وحارسين على الخدمات الأجنبيات اللي نحنا كمان عنا أشد الحرص على هون كانوا بيكشفوا عن قناعهم عن هويتهم بيلتجوا إلى سفراتهم بيلتجوا إلى مكاتب الخدم لأنه قابت مكاتب الخدم بلبنان وبيشتغلوا أصول شرعية وقانونية ونحن أكيد عنا ثقة كبيرة بالقضاء اللبناني ونحن ما منرضى للا نسرين زواهرة لو لأي غير شخص مننا غير نسرين زواهرة أنه يصير فيه هاي التشهير ويفوتوا على خصوصيات بيوتهم على أولادهم على حياتهم الخاصة ويشتغلوا فيهم بهذه الطريقة الممنهجة حقيقة والموسيقى جدا واللي بيعقب عليها الآن أستاذ أشرف اليوم القضاء اللبناني هل ممكن أنه يوضع حد لهيك جمعيات ملنا عم تتصرف بطريقة مسؤولة وعم بتشوه صورة أشخاص ودعلن حد وتحسبن؟ اليوم القضاء اللبناني أكيد بيجرم هكذا أعمال جرمية نحن بدنا نشوف هلا مكتب الجرأم المعلوماتية بس يخابر القضاء شو الإشارة القضائية السليمة والصحيحة اللبنة تصدر أكيد بيحزف هذه المواقع بيشطب هذه المواقع إذا إن كانت موجودة حساباتها أصلا بلبنان ولكن أخشى ما أخشى أن تكون هذه المواقع الوهمية موجودة خارج لبنان يعني كما حسب المعلومات المتوفرة عنها كانوا بالنيبال أو كانوا بكندا أو بأي دولة أوروبية حقيقة أنه في صعوبة بالمراسل والتواصل مع السفرات أو مع وزارة الخارجية بيكون الوقت حقيقة عم يدهمنا لأنه حرام ثم حرام ثم حرام الظلم والافتراء والتجني على أي مواطن لبناني وما منرضى كمان ولا نسرين زواهرة بترضى أنه يصور في تجني على أي خادمة أو عاملة أو مدبرة منزلية لأنه هاو الخدم حقيقة لهن حقوق وإلهن واجبات نحن منصون هذه الحقوق المنصوص عنا بأنون العمل اللبناني بس كمان نحن في قضاء لبناني هو السقف اللي بيرعى كل الأحكام القضائية والقواعد القضائية ونحن ناطرين الحكم اللي بده يطلع